موسيقى وإن كنت جعلتها محتكر على صوت العدالة ولكن أنا أعتبر أنفس من المواقع الإلكترونية اللي عندها قيمة مهنية وقيمة ثنية وقيمة علمية وشجاعة سياسية ولكم أن تتعرفوا على السيد المدير ومجموعة من السجيلات ومجموعة من المقالات ومجموعة من المواقف الشجاعة ولكنها بدليل وبلغة آنيقة وبليغة وبلغة الداد الحقيقية ولسا اللغة الشارعية السؤال الثاني ما هو رأيي في قطاع سوسيو ميديا أو سوسيو ميديا أو القنوات المختلفة من انستغرام وغيرها من قطاع هذا صديقنا سيمستفا كي لحالي أنا ما بوش نتكلم عن الموضوع كتير ولكن غنقول واحد ملاحظتين اتنتين وهو نداء للقيمين على التشريع بهذه البلد الآمن أعتقد أننا ما شير في هذا الملف قبال من هذا الملف كان عيشوا واحد تسيوب خطابي كان عيشوا واحد نوع من الاستهتار والتمرد على القطاعات الحيوية في البلاد من قبل أشخاص غير مؤهلين بالمرة أنهم ينضروا لنا السياسة دي لبلاد ينضر عير نفسه والوضعيته والاجتماعية ما محتاجينش لنضرين في البلاد عندنا منضرين كبار سبارك الله في البلاد ولكن يجب يجب تأطير هذا القطاع أو هيكلته وهذا التأطير وهذه الهيكلة لا يمكنها أن تتأتى إلا من خلال التأسيس لقانون ليس تكمي بالأفواه لا لا هذا القانون تطلعت عليه اللي ما يسميه بقانون تكمي بالأفواه طلعت عليه ودرت له قراءة دقيقة ومعمق 90% دي المضامن دياله يجب أن تفعل 10% يمكن أن تنقح أو تعدل أو تضاف أو تنقسمنا بمعنى قابلة للمعالجة والصياغة القانونية قد نعطي مثالين مثلا في نظري في تقديري أنا مثالين اللي ما يمكنش إعمال بهم أنا تقاسمت مع زميل ما معلومة ما لا يمكن أن أكون أنا موضوع مؤاخذة والزميل الذي تقاسمت معه المعلومة موضوع مؤاخذة لأنها وردت عليها وأنا حولتها لزميل آخر لا يمكن أبدا أنا لم تكن للنية بعدها في التقاط هذه المعلومة لم أطالب بها هي أتت من عندية صاحبها وأنا حولتها لزميل تاني لا لا يمكن لا تقاسم المعلومة لا تقاسم المعلومة لا لا يمكن ندر لها دوابط لا ندر لها دوابط متى يمكن المعلومة التي تقاسمها طرفين أو أكثر أن تكون موضوع تجني أو موضوع متابعة ممكن مسألة تانية هي دي في نظاري كنقول من في نظاري بتقدير يمكن نكون خطأ إلا ظهرت واحد السلعة فاسدة في السوق فاسدة وعملت لها هنا واحد إعلان هذه المركة الفلانية رأى بها وبها 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 بالمعاينة خسنت لي بالدليلة يقول هذا الدليل وعلى المشرب مائيان في حشرات واحد كده شي مادة للأكل بها كده حشرات أو سامة أو كده شي هذه اللي أعلنتها ما كانش لمشكل لا ما كانش لمشكل لا باش المؤسسات الاقتصادية في البلاد التعامل من البحضار في المواد اللي هي قابلة للأكل المواد سامة كنا حماية المستهلك كنا حماية المستهلك صحيح كنا حماية المستهلك ولكن هذه المؤسسات التي تقترف أمثل هذه الأفعال يتعين وإخباره بها يتعين وإخباره بها يمكن يكون إخبار سرري يمكن يكون إخبار علاني مش عيب هذا في نظري في تقديرياتي يمكننا نحتوظ به ولكن ما دون ذلك يتعين ضبط صورة المجال لأنه أشوف هذا مواقع بشكل هذا مثلا خاف الأجيال الأجيال التي تتعايش الآن مع هذا 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 ستدر كثير ستسيئ ستسدق السلوكات والخطار للأجيال ستدر عنده 12-13 عام من هنا 7 سنين سيعتبر هذا الكلام عادي الذي يقوله هذه الطريقة لكلام سيعتبرها عادية يلفعل يتارك يبوك هذا يبوهدي يبوهدي لا 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 أعجينا أنك نحن ممن لماذا قلت سابقا يعني ما في شيء نكرر ولكن أنا اقتنع ليس الاقتنع الصميم لا الاقتنع لأكثر من صميمين لأنه لا بد من إيجاد إطار وهيك هذا القطاع لا افتراضي ونحولوه إلى افتراضي قانوني ليس افتراضي تسيبي استهتاري تمرضي ومشي التمرض على شخص عادي لا لا التمرض على القطاعات الحيوية والأشخاص والنخب كيف على واحد مثل يعني حياته كل ذوزة قراءة وتقافة ومبراز هو في ذاك المجال دياله والناس اللي في القطاع دياله يعرفوا القيمة دياله وش كي يسوها وكي يجي واحد ما عنده تأعلاق مع هذه القطاع ما عارف غير ما فهم وقع وتي تنطع عليه وتي يسبه وتي يقضفه وش كي يسوها وكي يسوها ولا شنو لا أولا نقول ما تسب استعرفت الرجل اللي ستسب شكون شكون هو بعدها قيمته الفكرية قيمته العلمية قيمته القانونية قيمته القطاع دياله ش كي يسوها كل واحد عنده القيمة دياله وعنده الوزن دياله وملي كي يجي تدخل هذا كراه بقاب ومسؤول عن عائلة وقطاع ديال وكي يحسارمو أنا دخلت لمحامات وسكسيت أنا غايقول لك كل واحد عاربي نوش كي يسوها قل المحامات در بيدا وسكسي عبدو ربي وتعرف شنو اللي كي ودخل الجميع النقابات العربية وقد تعرف شكي يسوها وقد تعرف الموقف ديال ومن الموقف ديال السياسية ديال المغرب وشنو اللي تور اللي لعب أولا الختام كنشكر مجموعة ديال المواقع إلكترونية اللي كتحسار من لسا ولتتنقش بهدوء وبموضوعية وبحب المعرفة وبالحياد وليس التعامل ولكن في المقابل الله يهدي بعض المواقع أخرى اللي مع الأسف نفس الخط التحريري نفس الأسلوب المرق إلك أنه كيمرقوا هذي الناس يمكن ما يعرفوش هذي المصدرح هذا أن القراء يعلق الحال يسبلك يعرفوا لي مزيان بسهم يرجعوا نفسهم ورجعوا الدمائر ذي لهم ويفهموا هذا الأسلوب سيقول بيهم يوما ما إلى المحاكمة القضائية والقضاء رمس يلعبش أنا من اللي قد جاء من القضاء وهذه حاسبك حتابا صارما على كل ألفاظ كل السباب كل قدف كل إهانة وكل وكل بفصول كان لا فصول لا قانون جنائي مضباط ولا قانون صحابة مضباط هل قانون جنائي في الكفاء والعقوبة كانت الخمس سنين كانت النقاش ولذلك حداري حداريا وأنا رأى كله في جهة لا قانون جنائي لا تستجمع أداء أداء إنضار لكل من يعبت بالنخب ولكل من يسب لرجالة لا مقدرهم ولكل من يتهجم على المؤسسات سياسية في البلاد ولكل من يتهجم على المجالس البرلمانية والخطير لمن يخدش في توابط البلاد والله لن أسمع له ليتأكد أنني لن أسمع له وأنا ملكي حتى النخع أحب من أحب وكريه من كريه دمائي ومائي وطربتي ملكي